بعد المئات الآلاف من الناس في غزة ووفرت لهم الغذاء كل أسبوع وبالتالي لا نعرف متى ستستأنف هذه العمليات يأتي ذلك في ظل أزمة اعدام أمن غذائي غير مسبوقة تشهدها غزة والتي أصبحت على حفة المجاعد لم تكن بالفعل سقطت في أهوائها وخلال غزة نشهد شح في الغذاء والمياه الصالحة للشرب مما أدى إلى انتشار المرض وسوء تغذية حاد لسيما بين النساء والأطفال وفي شامل غزة أبلغت اليونساف بأن واحد من كل ستة أطفال يعنون من سوء تغذية حاد وحوالي ثلاثة بالمئة يواجهون أشكال عدة من الهزال الذي تطلب العلاج الفوري ومن يقل عن واحدة ثلاثين شخص وفي ذلك ثمانية وعشرين طفل يعتقد أنهم ماتوا من الجوع في الأسبوع الماضية وهو وضع يتطلب العمل المتظافر الآن الانتظار حتى نصل إلى تصنيف المجاعة بشكل رجعي لا يمكن أن يكون مقبولة وعلى الرغم من المخاطر سيدتي الرئيسة إلا أن العاملين في مجال المساعدات واصلوا جهودهم لتوصيل المساعدات إلى شعب غزة من خلال كافة الوسائل المتاحة يجتمل ذلك على توزيع الغذاء والمياه والمواد الطبية والمواد غير الغذائية والوقود والإجلاء الطبي في الأسبوع الماضي وصلت الأمم المتحدة وشركائها لحوالي 550 ألف شخص من خلال توفير المساعدات الغذائية إلى أن 4% منها فقط وصلت إلى مدينة غزة وشمالها تواصل وكالة الغنف تقديم وإدارة سبعة مراكز رعاية صحية توفر الرعاية لـ 23 ألف شخص يوميا وقمت بإدارة 53 ألف عملية تنقيح منذ بداية الحرب ولكن وجب التأكيد على أن نتاق المساعدات ومداها غير كاف على الإطلاق نسيما ما يصل منه إلى شعب غزة والعقبة الرئيسية إنما كان طريقة توصيل الغزاء هي قدرة على توزيعه داخل غزة ولسيما إلى شمالها وهناك عنصر مقيد بشكل خطير ألها أن وكالة أنروا وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية غير مسموح لها بالعمل في شمال غزة فإذا ما انتظر ورغبنا عن حقف التصدي لهذه المجاعة ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي لا يقبله ضمير في غزة فينبغي على وكالة الأنوا وكافة المنظمات الإنسانية الحيادية أن يصبح لها بالوصول الآمن والسريع وغير المعوق لكافة المدنيين الذين يحتاجون إليها فبكل بساطة ما من بديل عن الخدمات التي تقدمها وكالة الأنوا وأحد المآسي المؤسفة للحظة الفارقة التي سنشهدها يوم الأحد هو أن ذلك لن يمثل نهاية للقتل والدمار والمعالاة الإنسانية التي استمرت على مدار ستة أشهر ولن يأتي بنهاية المأساة التي يعيشها المحتجزين وعائلاتهم على رغم من الالتزامات الواضحة وفقا للقانون الإنساني الدولي وعلى رغم من الأوامر المؤقتة الصدر عن محكمة العدل الدولية التي تطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الفاعلة والضرورية لضمان وصول الخدمات الأساسية بدون تأخير وبدون عقبات بشكل واسع النتاق وشكل طارئ وتوفير مساعدات الإنسانية ويأتي ذلك أيضاً على رغم من إقرار المجلس بالحر لتوسيع نتاق تدفق المساعدات داخل غزة وإليها وعلى رغم من قرار صادر عن المجلس يطالب بوقف إطلاق نار فوري خلال شهد رمضان لا يمكن أن نسمح بهذه المأساة أن تتستمر يجب إطلاق صراح كافة الرهائن ومعالجتهم بشكل إنساني وبالمثل يحتاج شعب غزة للمتثال الكام من القانون الإنساني الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية نحتاج للمتثال بقرارة هذه المجلس والأهم من ذلك نحتاج لإنهاء هذه الحرب المدمرة شكراً أشكر سيد راجا سينغان تعتذر الرئيس على القدرة على نطق الإذن وأعطي الكلمة لسيدة سوريكتو سيدتي الرئيسة أعضاء مجلس الأمن الكرام أشكركم على إعطاء هذه الفرصة لمخاطبتكم حول الوضع الإنساني في غنزة في الوقت الذي نجتمع فيه اليوم وكما استمعنا للتو قتل ما لا يقلع مائتي وثلاثة من تواقع العمل الإنساني في غزة وهو أعلى رقم من سقوط ضحايا في صفو العملية في مجلس الإنساني في العصر الحديث وفي المستهل أود أن أشيد بكافة العملية في مجلس الإنسانية من القتل في هذا النزاع معظمهم من الفلسطينيين قتلوا وهم يخدمون مجتمعاتهم في ظروف تعتبر الأسوأ في حياتهم ومستقابلهم المهني يوما بعد يوم يعملون بشكل مبني لإنقاذ الحيوات وإعطاء الغذاء للجوع وتقديم العية الصحية للمرضى والمصابين توفير الملجأ والحماية كانوا مهنيون يعملون وفقا لمعايير المبادئ الإنسانية التي نستشد بها في القطاع العالمي فقد قاموا بإعلاء هذه المعايير الأخلاقية ولكن أطرف هذا النزاع بمحي ذلك أعطى ممثلين في هذه الهيئة الأممية لم يقوم بذلك أحد زملائي سامح عوضة قتل في هجمة جوية الإسرائيلية مثل ثاني عشر من كانون الأول ديسمبر مع عائلته برمتها جاء ذلك بعد يوم من نقد قرار في هذه القاعة وقفة لاقنار سامح وزوجته فاطمة كان لديهم أربعة أطفال محمد إثنين عشر عاما وأهبة تبلغ من العمر إحدى عشر عاما وزينة ثلاثة عوام وزين يبلغ من العمر عامين قتلوا جميعا ودفنوا تحت ركام أربعة طوابق الأطفال مثل أطفال سامح يتحملون عبء هذا النزاع وقد قال مؤسس سيف تشيلجرن قبل مائة عام من أن كل حرب هي حرب ضد الأطفال للأسف هذا حقيقي وينسحب على عزة في هذا النزاع قتل أربعة عشر طفل الألف من الأطفال أصبحوا في عداد المفقودين ويعتقد أنهم قتلوا تحت الأنقاض ويمكن لي أن أتلوا أسماء الذين قتلوا من الأطفال الإسرائيلية والفلسطينية في هذه القاعة ويستمروا ذلك على مدر ثمانية عشر ساعة ومعظمهم قتلوا في هذا النزاع وغيرهم خلال أربعة سنوات مضت في نزاعات مصلحة من حول العالم الأطفال ليسوا بالغين صغار يجب أن نتذكر أن هناك التزامات لهذه الفئة المهمشة ويجب إعطائهم الحماية إلا أنهم أخذوا رهائن الألاف من الأطفال شوهوا أطرافهم مزقت بسبب سلحة المتفجرة وبترت عضاهم سبب الرصاص أو حرقوا أو دهسوا بسبب سقوط الركام أو قتلوا من أمراض قابلة للوقاية وللأسف بعد أشهر من المنع المتعمد والممنهج للوصول الإنساني يموت الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف في غزة حرموا من المياه والغذاء بسبب هذا الحصار غير قانوني وقد ماتوا من الجوع وأول ما يصعقنا حينما وصلنا إلى غزة هو عدد الأطفال الذين لا يلبسون أحذية ويمشون في زجاج وركام بدون أحذية يمشون ويجرون سعيا للحصول على الغذاء والمياه فهي غير كافية في غزة وقد برهن ذلك جليا سوء التغذية فهم في حاجة ماسة إلى الغذاء 350 ألف طفل أقل من خمسة أعوام من العمر يوجد هنا خطر المجاعة في الوقت الذي يتحدث به اليوم وينظر العالم إلى فوهة المدفع بسبب هذه المجاعة من صنع الإنسان فالجوع في الشمال مثل مصدر قلق بالغ حيث اضطر الناس إلى أكل أعلاف الحيوان وأوراق الشجر إذا ما تواصل العالم في مساره نحو هذه الوجهة مع هذا الانتهاك الجسيم لقواعد الحرب والقنون الإنساني الدولي مع عدم المساءل على الإطلاق ورفض الأمم باستخدام نفوذهم المتاحة سنشهد الوفايات الجماعية للأطفال في غزة ليس بسبب رصاص ولا تدفق القصف وإنها بسبب الجوع سوء التغذية ولا يجب أن نستمر في هذا التردد والتقاعص فالاختيارات لها تبعاتها وهذه الوفاة بسبب سوء التغذية ليست بوفاة هادئة ولا بدون ألم وفي الوقت الذي تجوع فيه الأطفال تضعف أجسامهم وتعاني عضلاتهم من الهزال ونظرهم من الضعف ومناعتهم من الفشل وعضائهم أيضا ويتوقف قلبهم ويكونوا ضعفاء لدرجة الرحمن لا يستطيعون البكاء